السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خليه النهاردة اتكلم معاكم عن مشكلة الناس كتير بتعني منها وهي سف اللجام. خصام بيسف اللجام لتحت متراكب. مثل الحصان بيسف اللجام لتحت. او بيشده الفوق. يعني هما الاسباب اظن واحدة. في كزا نقطة عايزين نتأكد منها. الاول ان الحصان سليم. ما فيهوش اه الم. ما فيهوش مسلا تعوير او حاجة. رقم واحد. اه رقم اتنين نتأكد من اه اللجام نفسه. هل في حاجة بتقلم الخصان برضو? او لا. ان احيانا بيبقى سبب الحركة دي لاسف اللجام دي اه الم في الحصان. ثم متقلم فبيعبر عن كده. واحيانا بيكون ايدي الفارس ناشفة شوية عليه. برضو بيبقى زقام من الحركة فبيبدأ يشد لايه? اللجام برضو لتحت او لفوق. فيها اكتر من سبب. وممكن يكون اه حصان جديد. يعني لسه لابس اللجام جديد فهو مش فاهم اللجام اه ليه? فكل شوية معترض عليه برضو. ايا كانت الاسباب اه هنشتغل على طريقة العلاج بتاعت المشكلة دي. اه زي ما قلنا نتطمن ان اللجام سليم ولمبقى الحصان سليم. اه تانية حاجة هنشتغل مع الحصان اه في تمارين خص اللجام. وهي ان انا فهم الحصان اوامر اللجام دي ليه? اللي هي اسمها تالين الرقبة. ضعف كده وشد. والحصان يجيبلي من اقل شدة المحروض ان هو يجيلي نتيجة. بس. بس هتوصني. اهدى حبيبي اهدى اهدى اهدى. تمام رابط اوصني. اشد تانية انا كده بفهم الحصان ان آآ اللجام شغلته ايه? اشد دين الرقبة. تمام? رابط اوصني. اشد اهو دين رقبة. اليمة التانية. اشتغل على التمرين ده على اقل من ثلاثة اسابيع لشهر. كل يوم بشتغل معه نفس الطريقة. الجنبين. ولسه هنطرش على الجميع. لما رأى ابت الوصن. طبعا اه انا معامله معي قبل كده طبعا. وهو بيستجيب بسرعة. التمرين التالت وهو الشدتين مع بعض لازمتهم ايه عم بتوصن في اللجام دول ان جمع الابت. او اوقف لما جاه شدك مسلا توقف. والوقف ده بنعمله واحنا فوق الخصون. وكده معطرد اهو. جمع الابت وارفع عنها. اجمع الابت شوية اهو. لما يثبت. برافو. عشان ما تقلش عليه زيادة اهو لسه بابل التمرين. لما حبيبي تاني. لما يديني الابت ويثبت شوية. ابدأ ارفع الضغط ده لان انا شاهدت بقه. وعايز اقول ان اه ايد الفارس لازم تكون ايد قوية وحساسة. يبقى في اتصال بيني وبين البقء الحصان لكني مش 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 شادد بشدة مش قلم او يعني. حالة ان حصان مروض وكده. وانا بس ببقى ساند على بقء الحصان لكن ما ببقاش شادد اوي. ساند سنة ده خفيفة. ده ايد الفارس ضرورية جدا متى برضو في بعض المشاكل اللي تخص اللي جاين. اوكي. بعد كده فيه تمرين تاني هنعملوا منفوق. بسم الله. الله الله الله. وانا بياخد الحصان في دوير مهم? ولما الحصان يشد يشد اللي جاملة تحت او اللي فوق المشكلة الاول لو لتحت لو الحصان بيشد لتحت دي برضو في كل الاوضاع متزنة كميش هتوصل. لو الحصان سف اللي جامل تحت هتوصل دي سف اللي جامل هروح جاي شادد كده. نكمل تاني. كل ما يجي يشد لتحت اروح جاي شادد له كده. يسحب بتحت اروح جاي شادده كده. تدرك ان انا ممكن الففه دايرة صغيرة جوة دايرة. وهكذا. اشتغل يمين. مش مات. ماشي بيه في دايرة عادية. اول ما يروح هامل الحركة دي اروح جاي شاددها ومعرفه له. ليه? الحصان حيث وجد الراحة هيكرر. يعني ان هو لقى راحته ان هو بيشد بتحت كده وانت بتسيب له فكل شوية هيشد معاك. كل شوية هيشد معاك. فعشان يشد انا روح جاي شادد له كده. ما بيلاقش راحته. بيقوم ما يكرارهش. لان انا خلاص ما فاهمته شغلة اللجام ايه? والطمنت ان اللجام مش بيقلمه والطمنت ان بوقه سليم. وانا ايدي ما بتقلمهش يعني مش بشد عليه زيادة عن الدزول. فبالتالي كل ما يجي يشد لتحت. اقول له لأ ما تعملش كده. لأ ما تعملش كده. اشتغل لمدة من تلات اسابيع والتالي شهر. كل يوم في التمرين ده ان امكان او يوم ويوم. واقول لي النتيجة في الاخر. وبالنسبة للقصانة اللي بيعترض لفوق. هو يفضل يكون متسمسر. اللي هو اللابة اللي لك ده. وايدك دايما تبقى لتحت. وكل ما يجي يعملها برضو هتشد لتحت كده. بس ايدك هتكون لتحت اكثر عشان ينزل بقه ويبطل العسورات. وبالنسبة للوقفة انت هتمسف الحصان. تسخن جسمك عليه. بقى حرجتك. وتشد بالراحة لتحت. ارفع اللجان. بطب عليك. عشان يفهم امر الوقوف ايه. وطول ما انت ماشي انت سانة بق الحصان. لكنك مش شد الجامل. مش من دول قوامل. ما باجهة لامر اهشمال شدت زيادة شوية. يمين شدت زيادة شوية. ووقوف شدت زيادة شوية. اما انا سانة بق الحصان. بس خلص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا. 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 شكرا.